السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير النهاردة معانا بقى اكلة من عيار التقيل اكلة للناس الاكيلة وبس اكلة للناس اللي بتحب حلوات المدبح معانا اكلة جديدة ووصفة جديدة جدا جدا اول مرة نعملها وهي الكرشة الكرشة بحمص الطبيق بكل تفاصيلها بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا دي يقدر اي حد يعملها لطبعا محبي الكرشة تمام؟ الناس بقى بتاعي وبابي ومامي والكلام ده كله مالناس دعوا بيهم يلا تمام كده معانا حلة هنرفع فيها مية على النار مية مغلية تمام؟ كأنك بالزبط بتحط المنكهات بتاعت كأنك بتسلقي لحمة تماطم بصل ورق لورة حبهان وعود ارفة وفلفل اسود معانا وبصلايا وجزرية طبعا الكرشة مخصولة كويس جدا جدا وانا طبعا بجيبها بتبقى نظيفة من عند الجزر بخسلها بمية ولمون وملح وجنزبيل كويس جدا ولو في اي دهون من وراء بشيلها ويبقى اطعها قطع على قد ما انتي تبقى عايزة يا حبيبة قلبي وسيبناها بقى كده على جنب تكمل سواها ويلا بقى بينا نعمل التسبيكة الجميلة الامر دي بتاعتنا هنجيب شوية زيت معانا وبعد كده معانا بصلايا هنقطعها رفيع جدا عاية تخرطيها على ايديك مفيش مشكلة عاية تعميلها في الكبه برضو مفيش مشكلة يا حبيبة قلبي حبيبة قلبي لو وصلتي معايا لهنا ما تنسيش في اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتي معانا بقى البصل اهي يا دوبك بس تخش تصفر كده احنا مش عايزينا تحمر هتصفر بس هننزل بقى قرنفلفل رومي معانا متقطع صغير لو عايزة بقى بتحب الحادة سبايسي حطي قرنفلفل معاكي تمام سبايسي بعد كده معانا حوالي خلطن للربع طماطم خلطنها في الخلاط وهنبدأ ان احنا بقى يلا بقى كده ايه هنزبط بقى وايه والتوابل بتاعتنا وهي اللي عبارة عن ايه فلفل سود والسبع بهارات بتاعتنا ومعانا ومعانا كمان كسبارة نشفة تمام ودي طبعا هتدي هتودي الطعم في حتة تانية خالص هيبقى جميل جدا ونزبط بقى الملح بتاعنا يبقى فلفل سود السبع بهارات ومعانا كسبارة نشفة وتصبيت الملح عايزة بقى تحطي مكعب مرقة مفيش مشكلة خالص تمام بعد كده معانا الحمص الطبيق وده طبعا هيود الكرشة بتاعتك في حتة تانية خالص اللي طعمها لزيز جدا دول انا كنت نقعيهم من بالليل ده حوالي كت حوالي نص كباية تمام نقعتها من بالليل في مياه عادية جدا وزي ما احنا شايفين كده ما خدتش وقت معانا خالص بنحطها في التماطم قبل ما تسبك وتاخد بقى تسبكتها كده مع التماطم حاجة في منتهى الجمال ودلوقتي خلاص الكرشة بتاعتنا استويت هي بقى كهرامان حاجة جميلة جدا جدا لعشاء الكرشة حاجة في منتهى الجمال حلوة قوي قوي وزي العجمية بسم الله ما شاء الله كنت طبعا انا مسخنة مياه لازم تكون مياه مغلية من الكاتل وهنزل طبعا على الكرشة بتاعتي واسبها بقى كده هي طبعا الكرشة مستوية بس تاخد كم غلوة كده معانا على ما نعمل بقى التشة الأمر بتاعتنا دي حبيبية قلبي ما تنسيليش في التعليق اللي بيفرحني عيلة الكبيرة عيلة اللي بعتزي بيها يلا بينا كده خمس ستة ستون ده إينام كويس مع حتة السمنة كده بسيطة عاية تعمليها بزيت ما فيش اي مشكلة يا حبيب قلبي بس احنا طبعا بينا الكهة كويس ونبديها طعم لزيز وجميل بعد كده معانا طبعا بعد كده معانا معلقة صغيرة السبع بغارات بتديها طعم حلوة قوي قوي احنا مش عايزين نحرق طبعا التومة خلي بالك لا احنا بس بنصفرها يا دوبك بس ايه اول ما تشمي رحتها خلاص كده بننزل بيها على الكرشة بتاعتنا زي ما احنا شايفين حاجة في منتهى الجمال الناس اللي بتحب الكرشة بصوا هتستمخوا قوي 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 من الوصفة بتاعت دي حاجة في منتهى الجمال وما ان طبعا العيد الكبير داخل علينا ففي ناس طبعا بتاعش حاجة اسمها كرشة جميلة جدا جدا يا حبيب قلب متنصريش طبعا من صالح دعائكو وادعوا بقى كده الاولاد يومين دول ويومين انتحانات وطبعا ده الشكل النهائي بتاع الكرشة بتاعتنا وبقالفة هنا وشايفة حبيب قلبي على اقلوبكو وما شاء الله حاجة في منتهى الجمال والسلام خدا